لكن هنشوف كلام كتير في الغربال حتى لا يطول غياب المفضلة غربال ولا غربال فيها خلاف بين فقهاء اللغة في بعض القواميس اللغوية عاملها بالضمة وفي بعض القواميس بالكسرة اللي تنصح لكن عايز اقول لحضراتكو حتى لا يطول غياب هذه المفضلة بكرة تبدأ بطولة الدور الممتاز البطولة المفضلة التاريخيا طب انا عايزة انا بقى كبرة في الماغ طب خلينا نخلي نا عاليش الغربال شايفة منطقية اكتر انها تبدو غريبة الغربال الذي يغربل فهو غربال يعني طيب خلينا نغربل المسألة علشان ما تطولش البطولة لانه ما فيش بطولة مرتبطة ببطل قد مبطولة الدوري كرة ومرتبطة بالنادي الاهلي ما فيش بطولة في العالم الفرق بين البطل والوصيف اللي هو التاني له ثلاث امثاله الا الدور المصري والنادي الاهلي النادي الاهلي اتنين واربعين لقب المنافس المباشر او اللي يليه على طول النادي الزمالك اربعتاشر لقب فانت بتتكلم في ثلاث امثاله ده مش موجود وده يبين قيمة العلاقة اللي بين الاهلي والدوري البطولة المفضلة بجد الاهلي بالنسبة له الموسم بطولة الدوري وبعد كده نتكلم فانه الدوري يغيب سنتين واللهنا محتار نروح افرانقيا تقولون البطولة المفضلة افريقيا المحببة بقت المحببة عند جمهور الاهلي لكن الدوري المفضل تاريخيا ليه لانه اولا البطولة بطبيعتها بطولة النافس الطويل فهي بتختبر مدى قدرتك الحقيقية على المنافسة والاحتفاظ بقوتك اطول فترة في السيزن فانت يكون عندك هذا الاعتبار القوي طوال موسم كامل هي دي الجدارة عشان كده الاتنين واربعين لقب اللي الاهلي خادهم في البطولة بالمناسبة اتنين وتسعين في المية من القاب الاهلي في بطولة الدوري اخدهم وعلى رأس الحكم في اتحاد الكورة قيادات زملكوية وكأنه النسبة بترد على الناس اللي بتشكك في البطولة يبقى رئيس نادي الزمالك هو رئيس اتحاد الكورة يبقى غلات الزملكوية زي المشير عامر وغيره والاهلي ياخد الدوري وهكذا 92% من ألقاب الأهلي في الدوري كان بيدير الكرة في مصر قيادات زمالكوية هي هنا نقطة الجدارة والاستحقاق بالنسبة للأهلي البطولة غابت سنتين يحصل إيه علشان مطلش غيابها يحصل اللي احنا بنقوله ده ما تتوقعش عدالة تحكمية فجأة مش هيعبس التحكيم معاك أو أي عنصر تاني يعني الإعلام معاك إلا إذا كنت في حالة تنافس طول ما أنت متفوق الإشادة بتجيلك وتذكر أستاذ إبراهيم السنة اللي فاتت لما الأهلي كان بادي الموسم كان الإشادة عاملة زي وكان كل اللوم متصدر للمنافس أنت مشيت كويس لغاية الأسبوع الخمستاشر تقريبا مشيت كويس لحد ما رجعت مكاسر العالم الآن دي أنت أول هزيمة لك في الأسبوع الخمستاشر أعتقد فأنت كنت ماشي لكن ليه الإصابات والإرهاق رأى صيدك بقى مين الصفار الصفارة من فار مش عارف من إيه دعونا نتحسب أن ده ممكن يتكرر نأمل ألا يتكرر نأمل لكن هو أنت لما تشوف مسؤول يطلع يهاجم كلاتنبرج تعايز إصلاح للتحكيم ولا خايف لا يحصل إصلاح للتحكيم لا طبعا خايف لا يحصل إصلاح أنت بتتكلم على سروة سوية لما سؤول عضو الربح خايف يحصل إصلاح ولما تشوف مسؤول سابق كان مسؤول عن التحكيم يكرس كل مجهوده فإنه يا عقل صمع فتاح والكابتن جمال غندوق لا يمكن كابتن جمال مش واضح قوي لأن الكابتن جمال بيتكلم على مبدأ ما إحنا كويسين وكنا نقدر نعمل لكن اللي مضيقني أن أنت كنت في إيدك اللي تصلح ما صلحتش زعلان ليه سيب الفرصة لغيرك هو أنت لو كنت ما دفعتش على الغلط على فكرة لما كانش يدافع على الغلط بس مش عارف يصلح بس ما تدفعش على الغلط وتقنن الخطأ لا ده كتير أرجو أن تلاتنبرج يقدر يكمل ويكمل بطريقته دي الزوار الأولاني حتى فيه دي بيت على موضوع كابتن إبراهيم نور الدين هيحكم الأهل وإسماعيلي ولا فيه مشكلة فيه كلام كتير يعني هنشوف إيه اللي بيحصل لكن إحنا على الأقل يا جماعة لما نطلع برة ما نرجعش كل مرة بمشكلة كل مرة في المطقة دي بإذن يحصل مشكلة من حكم مصري هو بالصدفة يطلع الحكم مصري هو اللي خاد القرار مؤثر يا جماعة مش كده مهما دي مش صدف دي سمعة في الآخر أنت في القرى بيتفعها بقى الفرع المصري والمتخبات أما بتروح أنت بقى اللي تلعب برضو في اللي تظلموا بيبقوا مدائين منك إحنا ليه ليه مش فاهمين أن حنحاسب لأن ده أكل عيش ناس كتير العدالة من الصافرة سعادة ناس كتير وأكل عيش ناس كتير ومش مرتبطة أنك أنت وتصفر وتروح أنت تنام ناس كتير ملايين ما بيناموش طيب أنت السنة اللي فاتت أو المسلمين اللي فاتوا لأنه تقريبا تكرروا بنفس الطريقة أخطاء تحكمية مؤثرة جدا أخطاء فنية من لعبتنا أخطاء تقديرية من المدربين في قيادة الفريب الزاد في المراحل المضغوطة كل ده أدى أن أنت تفقد نقاط في فترات كتيرة جدا أفقدتك البطولة بغرابة في المرتين السنة دي الجديد لجنة حكام جديدة أو رئيس لجنة حكام لأن الحياة لغاية دلوقتي لا شك اللجنة ولا عمل حاجة خالص كلاتنبرج ومعظم الوقت بيسافر اللونان الدورة هيبدأ بكرة والراجل مش موجود في مصر والانتحاد أنا مش عارف أنت عملتوا تجربة كويسة وجبتوا خبير إنجليزي لازم يلتزم بموعيد العمل على الأقل في بداية موسم زي كده لكن هو متجوز اتنين متجوز الكرة المصرية والكرة اليونانية فعنده عقد مع اللونان ولما تعاقدوا معاك كانوا عارفين أنه عنده عقد في اللونان قال لك مفيش مشكلة هو الراجل هيقدر يوفق هو معتمد عليه بقى الفيديو كونفرنس حتى حتى لسي شعر على البعد وقالوا أنه هو الإقامة الأساسية بتاعته في مصر وحيشتغل مع اليونانيين بالفيديو كونفرنس اتضح أنه لا ده هو الراجل معظم وقته هناك الأخطر من كده أنه مشكلش لجنة تدير فبالتالي العناصر اللي قاعدة من تزراله الفشل عشان تفشل التجربة عناصر كتيرة المشاكل اللي تيجي في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة هتعمل له مشاكل هتبتقول الأخطر من كده ده ممكن الأخطر من كده أنه يشكل لجنة هو الراجل مش عارف يعتمد على مين لما يطلع يلاقي مسؤول بيهاجمه طب وينابي ده يشتغل ازاي يشتغل ازاي لا لا من حقه يقول لاتحاد الكورة يعني على فكرك لاتنبرجو مهتم جدا بالإعلام لما يقرأ ويسمع إنه فيه عض ده سروت ولم يا جماعة مندوب اتحاد الكورة في ربطة الأندية أنت بتبص لها إنه يعني ما هو مؤكد قال أنا مش بتكلف كده لكن إنت مستشعر إيه إنت جاء تشتغل وإنت مستشعر إن فيه ناس مسؤول عايزة تفشل هو ده الخطورة فنتمنى دعنا مش عايزين ناس نستبق الأحداث أنا مش حديك فرصة تصلح لي فنستبق الأحداث ونشوف إيه حيث